وقد تمكن مفادنا محمد الشنتوف في بداية مساء ثلاثاء من الوصول إلى قلب دوار تيكسيت بإقليم شيشاوة حيث كانت ضمن أول الواصلين إليه بعدما كانت الطريق لهذا الدوار مقطوعة منذ وقوع الزلزال لتميز قناة ميدي أنتفي فريق القناة هو أول فريق إعلامي يصل إلى هذه المنطقة بعد الزلزال ونحن نتواجد بالضبط في قبيلة أمس ما ترت دوار تيكسيت جماعة أمندونيت إقليم شيشاوة هذه المنطقة كذلك التي كانت من المناطق المتضررة جراء الزلزال ولم نصل لوحدنا زميل كريم بل وصلنا كذلك مع مساعدات المنظمة الدولية المحمدية بأمندونيسيا هي إحدى المنظمات المختصة في الإغاثة والتدخل في فترة الكوارث وقد كانت معنا في نشرة سابقة مع الهلال الأحمر المغربي لأن مجهوداتها مشكورة على مجهوداتها تقوم بهذه المجهودات بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المغربية بما فيها السلطات نحن كذلك كنا على تواصل مستمر مع السلطات المحلية وكنا ننتظر كنا سنكون هنا في الصباح ولكن طريق كانت لازلت مقطوعة في الزوال كذلك نفس الأمر وفي المساء فتحت الطريق وانتقلنا لعين المكان سأترك الصورة تتحدث الآن الجانب الأندونيسي يقدم المساعدات للمواطنين هنا بهذه المنطقة وبطبيعة الحال هم عبروا عن سعادتهم بوصولنا كأول قناة إعلامية تصل إلى هذه المنطقة ربما الصور سوف توضح أن الوصول إلى هذه المنطقة صعب جدا لأنه نتحدث عن سلسلة جبال الأطلس الكبير وهذه السلسلة معروفة بوعورة مسالكها إلى آخره وبالتالي فنحن كفريق مرفوقين بفريق الأندونيسي فوجدنا صعوبة في الوصول إلى هنا ولكن الحمد لله وصلنا الآن نتمنى أن نعود بالسلامة إلى شيشاوة وبالتالي فكما قلت المساعدة تقدم للمواطنين وهم فرحوا بتواجدنا معهم وفي هذا الإطار سأخذ تصريح للمنظمة الحاضرة معي وهنا يحضر معي السيد ريسيان نور الحكيم وهو مستشار بالمنظمة الدولية المحمدية بأندونيسيا سيد ريسيان أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البداية كيف يمكن أن تصف التجربة وقد تحدثنا في الطريق عن أولا تجربة الوصول إلى هنا كيف تصف هذه التجربة صحي صحي هذه أول تجربة عندي خاصة سعوبة لأن الوصول إلى هذه المنطقة نصعد الجبال وفي حجر صخرة وكل شيء ولكن الحمد لله بإذن الله نصل بسلامة ونحن أيضا فرحنا بحضورنا هنا في المنطقة عسى أن يكون وجودنا هنا حضورنا هنا إن شاء الله يفرح الجميع وأيضا مساعدة هذه التي قدمناها نعتبرها كأولية إن شاء الله سنتواصل ونواصل على حسب الظروف المطلوبة خاصة بعد هذه الكوارث صعوبة طبعا نحن على أساس نشعر بما يشعر به المغاربة المغرب عندنا إخوة إسلامية طبعا الشعب الأندونسي الشقيق ودولة أندونسيا هي من دول الشقيقة للمغرب صحي 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 نعم لذلك نحن نريد أن نعبر شكر وجودنا هنا وشعورنا بهذا الحزن إن شاء الله نساعدكم على قدر استطاعتنا طبعا وإن شاء الله نشكر أيضا على كل من يساعدنا إلى الوصول إلى هذه المنطقة وقناة ميدي تيفي وسلطات كل السلطات المغربية هنا محلية وششة وكل من يساعدنا الحمد لله وإجازكم الله خيرا كثير والله تقبل مننا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين رسيان والحكيم مستشار بمنظمة الدولية المحمدية بأندونسيا شكرا على قبول دعوة ميدي أن تيفي عفوا عفوا إذن كما تلاحظ زميلي الكريم لازلنا نتابع والآن سوف نستضيف أحد المواطنين الذي سوف يتحدث معي ربما تفضل معي إذا أردت الحديث سوف نتحدث في البداية أعتقد أنك لا توجد العربي ولكن يمكن أن تتكلم بالأمازيغية وسوف أترجم اتفقنا طيب شنو يمكن لك تقول كتفهم السؤال ديالي طبعا شنو يمكن لك تقول لنا أولا المجيء ديالنا اللي عندكم والمجيء ديال أول دفعة ديال المساعدة وشنو رسالتك إن شاء الله في هذا الإطار هذا أولا السلام عليكم كان شكرا ميديا ميديا تيبي على المجهودات اللي تسكنت المزيرت أول مرة أنزرق القناة ديالسكن المزيرت إذن هو يشكر قناة ميديا أنتفي كأول قناة تصل إلى هذه المنطقة نشكر بلك محمد السادس الله ينصره ونشكر السلوطات والناس معدبين تعدبوا الناس أختمات زيرت ناصر تكرفسوا العيالات ولا دريم الزين ولا كل شيء نتكرفسن يقنوا غارس بعيامات يقنوا غارس نتكرفسن ورزا سمسات زريا سنته المعوانة يقول أنه منذ أربع أيام والطريق مقطوعة بطبيعة الحال وكانت هناك معاناة كبيرة خاصة بسبب انقطاع الطريق ولكن يقول الحمد لله الآن أولى قطرات الغيط تصل إلى هذه المنطقة الحمد لله صلى الله وإشكر السلطات المحلية وجميع المحسنين الذين لازلوا سيتحقون ربما كان هذا نداء منه كذلك للمتبرعين هذه المنطقة لم تصلها التبرعات إلى آخر وبالتالي فهذه دعوة إلى جميع المتبرعين سنستضيف كذلك مواطن وهو شاب آخر من هذه المنطقة وسيتكلم معنا بالعربية ليس كذلك إذن ومغرب الاختلاف طبيعة العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين للبلاد الطبيعة الحال وهذا الدليل لأن الأمازيغ يفهمون العربية والعربية تفهم الأمازيغ ونحن كلنا كلنا مغاربة نعم ما أدى يمكن أن تقول في هذه اللحظة السلام عليكم أولا الحمد لله نشكر مديان تيفي أول قناة غجلت الدور لقرية أمس ما ترت أولا والحمد لله نشكر السلطات ونشكر سيدنا الله ينصروا والحمد لله نشكر جمعية أندلوسية جاءت أول جمعية لأمس ما ترت الدور تكسيت أعطيتنا بعد فكرتنا بشوية بعدها شاعدت كلنا والحمد لله كانت من نوم الناس يتعاون معنا يشوفوا فينا حيث الناس أولا يعني تكيبت على براء منهم أنا وواليدية ونس محساج الخيام خيام والله يتعاون معنا نبن ودور حيث نشكر لأنه صراحة رغم صعوبة الطريق ولكن كنا سعداء جدا بالوصول إلى هذه المنطقة أولا كأول فريق إعلامي وكأول قناة إعلامية ولكن في نفس الوقت كمواطنين مغاربة لأنه نشارك كل النسوة والأطفال والرجال يعني أشياء جميلة نعيش معكم رغم أن هذا الزلزال كان سيئ ولكن نتمنى أنه يكون فاتحة خير على المنطقة حيث الحمد لله أربع أيام دابرة أو أول مرة يزلطق من هذا أربع أيام نعم وانتم ما لجيتوا أول وحدين طلعوا في الطريق ملتصايبات نتابعين الطريق وتابعين وانتم توصلتوا عندنا هذا الطريق شكرا جزيلا لك سيدي إذن كما لاحظت معي زميل الكريم مشاعر جميلة تشجاح قلوبنا في هذه المنطقة